السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم المهندس أحمد في هذا الدرس حين أشرح لكم هذا التمرين الذي هو أوجد المساحة المحصورة بين الملحنة صاد بساوي سين تربيع زايد واحد وسين ساوي سفر فوساد صاري خمسة الواقع الفرق على الأول كيف نزبط هذه الواقع الفرق على الأول لابد أن نقوم بصندوق ونقوم برسمة متاعي فنحن نقوم بأول شيء دعني أجب وراقي لكي تكبر شكلتا كميز كويس فهذا التمرين متاعي فنحن يقول لك أوجد المساحة المحصورة بين الملحنة هذا وسين ساوي سفر وساد ساوي خمسة الواقعة في الربع الأول فنحن يقول لنا بالكيفية هذه لابد أن نديره صندوق فيه سين وصاد سين وصاد طبعا فيه سبع خنات بعد ذلك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة فنحن أنزل خنات ثالثة طبعا السفر يكون في المص هنا ثلاثة 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 كويس ثلاثة 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 ث هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6 لدينا 10 قيم في صادق فنضي لديه 10 7, 8, 9, 10 وأخيرا كويس لما السين بصفر الصادق بواحد السين بصفر الصادق بواحد هنا النقطة الأولى لما السين بتسوي 1 السين بتسوي 2 هنا لما السين بتسوي 2 السين بتسوي 5 هنا لما السين بتسوي 3 السين بتسوي 10 تقريبا هنا نحن 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 بها لما السين بتسوي 1 السين بتسوي 2 أن نقص واحد أو اثنين إذا سين نقص ثنين سين نقص ثنين بص ينقص ثنين أيما السين نقص ثنين سين نقص ثنين ثم سوف نلعب المنحنة جيد أوجد المساحة المحصولة بين المنحنة سين نقص سفر سين نقص يحصل هنا نستخدمه على الوزن الثاني الحقيقة بصاد تساوي 5 اثنى هذه قائمة تساوي 5 ثم نضيف خطب الواقعة في الربع الأول الربع الأول هذا الربع الأول الربع الثاني الثالث الثالث الرابع فننبيها الواقعة في الربعة الاول اللي هي هذا بس الربعة الاول موجود هنا بس منبيش عنده هنا في الربعة التاني في مساحة في التاني لكننا ندرسها الواقعة في الربعة الاول فالمساحة هي طبعا كيف ما نعرفه انها عندي قيمة هنا اللي هي قيمة صادية من الواحد الى الخمسة اذا حدود التكامل من الواحد الى الخمسة يعني صاد بتساوي واحد وصاد بتساوي قداش خمسة كويسو تمام قيمتين صد ممتاز نمشو المحور المساحة المنحنة المساحة المنحنة أنا بندرسها والمحور الصدات يعني أنا بندرسها من محور الصدات يعني صد بتساوي واحد وصد بتساوي خمسة إذن هذا هو القانون اللي بنتبع اللي هو المساحة شم بتساوي بتساوي التكامل من واحد إلى خمسة اللي هو صد بتصري واحد وصد بتصري خمسة اللي شني للصين دالصاد شين يقصد بها صين دالصاد اللي هي نشوف صين قداش تقابلها بالصاد ونكامل إذن المساحة بتساوي التكامل من واحد إلى خمسة للصين بمقيمتها بالصاد فكويس خلي ندي صندوق هنا ونشوف قداش قيمة صين بالنسبة لصاد بما أن صاد في التمرين هو واخدته من فوق هو صاد بتساوي قداش صاد بتساوي صين تربيع زائد واحد ونطلع قيمة صين مننا إذن نرفع الواحد طرف الآخر تولي الصاد ناقص واحد بتساوي صين تربيع والله يعتقديني شرحت التمرين هو لكن نعود أن نشرحها مجديد صاد ناقص واحد بتساوي صين تربيع ناخد جدر للطرفين تلغي لي جدر هذا إذن هنه تولي صين بتساوي صاد ناقص واحد إذن طلعت قيمة أهيا لا مش رحتاج تربيع إذن جدر صين بتساوي صاد ناقص واحد نكتب هنا جدر صاد ناقص واحد دال صاد كويس طبعا إحنا منعفوش حاسماها جدر تحت التكامل فنحولوه لأص نص إذن المساحة بتساوي التكامل من واحد إلى خمسة لصاد ناقص واحد أص نص دال صاد ومنها ومنها عبارة عن شني النزلو طبعا لابد ما يكون قبل ما نكامل لابد ما يكون تفاضل ما بداخل القوس بيساوي مخارجة فلابد ما يكون تفاضلة هاده هنه يكون في خانة لتصغيرة هادي المسافة الصغيرة هادي المسافة الصغيرة هادي لابد يكون تفاضل ما بداخل القوس إذا كان مش تفاضلة في في طريقة تانية لكن نتأكد ان شن تفاضل ما بداخل القوس تفاضل ما بداخل القوس بيساوي واحد فنقدر نكامل طول نكامل زيد اس واحد نقص مع الاس جديد إذا المساحة بتساوي من واحد إلى خمسة نقص مع الاس واحد نقص مع الاس واحد فأنا لماذا قلت لكم الكيفية هادي ممكن تقابلكم في الرياضة ما شعف قداش رياضة واحد رياضة اثنين رياضة اثنين رياضة اثلاثة في الجامعة فتقولوا سيد أحمد لا ما قلنا نكامل نقص مع الاس واحد لا في في هذه لابد ما يكون تفاضلة هنه بيساوي تفاضلة هيا لابد يكون بره فأنتو لا يخبرنا حاليا فتقولوا لكم أنا لقد اشترح لي للم وجهة لو اوجهتني سوف نشرح لكم كيف فنزيد القس واحد ونقص مع قس جديد اللي صاد نقص واحد نزيد القس واحد اللي هو نص زيد واحد بيسراوي نص زيد واحد عبارة عن واحد ونص اللي هو عبارة عن ثلاثة على ثنين على ثلاثة على ثنين كميز انا كاملتها بعد ما كاملتها نعوضه مرة بالخمسة ومرة بالواحد بتساوي 5 ناقص 1 3 على 2 على 3 على 2 ونعوض بالسالب طبعا بالواحد ناقص 1 3 على 2 على 3 على 2 كويس إذن عوضت مرة بالخمسة وعوضت مرة بشني عوضت مرة بالواحد إذن 1 ناقص 1 بيساوي 0 إذا هذا كل يمشي 0 يفضلي هذا ناخد للاحاسبة نفتح قوس 5 ناقص 1 3 على 2 على 3 على 2 إذا الناتج بيساوي المساحة بتساوي 16 على 3 اللي هي عبارة عن 5 أسطلت اللي هي بتساوي 5 أسطلت يعني 16 على 3 عبارة 5 أسطلت واحدة مربعة وهذا بالنسبة التمرين البسيط شكرا جزيلا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركات وكيد واضح كل شيء لا تصدر على تسابسكرايب خلينا نكتبها هانا هادي شيشي نكتبها نبي مشاركة الفيديوهات المتاعاتي بيش توصل للطلبة التانين بيش تدعم قناتي فنبي أهم شيء الشير اللي هو مشاركة مشاركة كومنت اللي هو تعليق على الفيديو وكذلك لايك اللي هو إعجاب شكرا جزيلا حسن استماع نقول والسلام عليكم لا تنساش أهم شيء هذا اللي هو مشاركة كومنت لايك كتولي أحسن واحد كذلك إذا كان عندك استفسار بمكانك تصعر على رقم تليفوني شكرا جزيلا حسن استماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته